سهلت عليك علشان خاطر نعمل رؤية العيد في البيت بكل سهولة من غير دقيق وهتعمليه بساع معقول مش الاسعار اللي طلعنا فيها السنة دي تعالي بقى معايا اقولك ازاي نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ولا عجل ولا اي حاجة هنسمي الله ونسلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام اول حاجة هنجيب لفة جلاش صبحة وهنبدأ اللي احنا نفتحها بالشكل ده حابة تعمليه مربع زي ما هو معمول يبقى هتستخدمي صانية مربع لكن احنا متعودين على الرؤاء يكون في صانية مدورة هنقطع الاطراف بالشكل دوت كده وطبعا مش هنرميها هنستغلها في اي حاجة تانية وعندنا افكار جدير ينفع نستخدمها فيها بعد ما قطعت الرؤاء بالشكل دوت تعالي بقى معايا نروح على البتجاز ونشوفها نعمل في اي ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة تكتبيلي بتتفرجي علي منين والله يجب بتاعك اللي بينورني حطيت الصانية على النار بالشكل دوت كده وطبعا تقدر تستخدمي طاصة او ممكن تستخدمي مقلية الكرب لو متوفرة عندك لو مش موجودة يبقى صانية وما تخافش عليها مش هتبوز الصانية سخنت معايا بدأت اللي انا انزل بكتعة من الجلاش بالشكل ده كده وطبعا انا مغطي الجلاش عشان ما ينشفش معايا انا عايزي ينشف من السخنية مش من الهوى بتاع الجو مش هتكمل حوالي تلات اربع ثواني على الوش دوت وتقلي بيها على الوش التاني وتلاقيها تحمرت معاك بكل سهولة وخدت لون زي اللون الرؤاة بالزبط ونشفت معاك وباقت تمامي نشيلها وبعد كده نحط واحدة كمان وطبعا لما بتشيليها بتسبيها في الهوى العادي ما بتغطيهاش بحاجة عشان احنا عايزينه يبقى محمص كده وطعمه حلو نعمل واحدة تانية كده ونبص كده على التكات وطبعا النار عالية مش واطية طبعا هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة كده وسهل وسريع وما بياخدش وقت خالص على النور يعني هتعملي لفة الجلاش في اقل من ثلاث دقايق اقل كمان من زيئة واحدة وكده خلص معايا تقدري بقى تسقيب الشربة وتعملي احلى صنية رؤاة باللحمة المفرومة او تسقيب اللبن وتعملي رؤاة مسكر كل سنة وانتم طيبين سلام علي